روسيا وجهت ضربة صاروخية انتقامية وخطيرة أدت إلى هز غرب أوكرانيا بأكملها وكانت اللقطات القادمة توضح بأن هذه الضربة تختلف عن أي ضربة تماما هذا هو أكبر انفجار تقريبا تشهده أوكرانيا وهذه الحرب الروسية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية العام الماضي في فبراير تحديدا تلاحظ هذه الضربة الأولى وتلاحظ بأننا أمام ضربة وانفجار خطير آخر سيأتي الآن كما تلاحظون الآن من قبل سلاح الجو الروسي طبعا هذه الضربة جاءت عنها تفاصيل مهمة وخطيرة للغاية تتحدث بعض المعلومات بأن الخسائر الأوكرانية هنا وصلت إلى نصف مليار دولار من المعدات العسكرية الموجودة في غرب أوكرانيا بل بالإضافة إلى ذلك أن هذا الرجل وهو نائب وزير الدفاع والمتحدث أيضا باسم وزارة الدفاع في جمهورية دانيتسك الشعبية تحدث وقال تم تدمير ذخيرة دبابات ليوبارد وماردرب كانت هناك أيضا شحنة من الدانيمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان بقيمة 200 إلى 220 مليون يورو وأضاف أيضا بالإضافة إلى الذخيرة تم تدمير أنظمة اتصالات الأقمار الصناعية والأجهزة اللوحية العسكرية وأنظمة تشفير البيانات بقيمة 83 مليون يورو إذن نحن أمام ضربة كبيرة للغاية طبعا هذه الضربة والمسألة الأساسية التي نتحدث عنها هنا هل فعلا كانت الخسائر غربية كما يتحدث الروس وأجهات التابعة لروسيا الموجودة في دانيتسك أم الأمر مختلف تماما وهو ليس كذلك كما هو الحال في تضارب الأنباع عند حدوث أي حرب في العالم وخاصة أننا لاحظنا أن هناك كثير من التفاصيل في بعض الأحيان غير صحيحة وغير واضحة طبعا بالنسبة لي الكييف اندبندن أكدت هي وعدد من وسائل الإعلام بأن هذه الضربة قد جاءت في منطقة يطلق عليها خيملينسكي موجودة في غرب أوكرانيا وإذا ما أخذنا عددا من العلامات من هذا الانفجار لكي نحدد هذا الموقع هل هو فعلا موقع من الممكن أن تتواجد فيه مثل هذه الصواريخ أو الأسلحة أو العتاد الذي نتحدث عنه طبعا نحن أمام ثلاث مباني مميزة تأتي بهذا الشكل وأيضا نحن أمام نوع من القبب المميزة للغاية التي نلاحظها هنا مع طبعا نقطة مميزة هنا كما نلاحظها مرتفعة أو سقف مرتفع يأتي مع هذه القبب المميزة للغاية هي مسألة مهمة لكي نحدد من أي اتجاه أن نتحدث عنه لأننا أمام ثلاثة قبب بهذا الشكل ممكن أن تأتي بأي اتجاه طبعا وبالتالي نلاحظ بأن بين هذين المبنيين يأتي هذا الانفجار بهذا الاتجاه تبدو مسافة ومسافة أكثر من خمس كيلومترات على الأقل مما نراه هنا طبعا من هذا الانفجار العملاق وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى مدينة خملينتكي الموجودة في غرب أوكرانيا لكي نحاول أن نحدد هذا الموقع هذه هي المدينة إذا ما اتجهنا إلى منتصف هذه المدينة للبحث عن الثلاثة قبب التي لاحظناها سنلاحظ بأننا أمام هذا المبنى وأيضا النقطة المميزة والبارزة من السقف الأحمر تبدو هنا أي بما معنى أننا ذات جهنا إلى اليمين قليلا فإننا أمام هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح وليس اتجاها آخرا نبحث عن المباني الآن سنلاحظ بأن المباني الثلاثة التي تحدثنا عنها والتي أشرنا إليها هي هنا هذا هو المبنى الأول وطبعا هذا هو المبنى الثاني وهذا هو المبنى الثالث بين هذين المبنيين تحدثنا بأن الانفجار يأتي مباشرة بهذا الاتجاه وبالتالي كل ما علينا فعله هو البحث عن النقطة التي ممكن أن تعرضت لهذا الانفجار من مسافة 5 كيلو مترات أو أكثر ستجد إذا ما اتجهت بهذا الشكل ستجد بأنك أمام هذه المستودعات الخطيرة والكبيرة للغاية والتي توضح بأنها كانت مليئة بالسلاح لاحظ هذه اتجاه مثلا على سبيل المثال هذه المستودعات وأيضا هذا اتجاه آخر وبالتالي بشكل عام هذه هي النقطة التي واضح جدا هي التي تعرضت لهذه الضربة إذا ما ابتعدنا الآن بالخارطة بشكل أكبر طبعا من هنا هي إلى الغرب إذا ما اتجهنا بشكل أكبر بشكل أبعد قليلا فقط لنفهم هل من الممكن فعلا أن تكون هذه أسلحة مخزنة هنا طبعا عندما نلاحظ ودعونا نعود إلى اللقطة الأخيرة مرة أخرى سنلاحظ بأننا بمجرد إلقاء النظرة على هذا الموقع الذي جاء بهذا الاتجاه تقريبا فواضح جدا بأن الأسلحة من الممكن أن تخزن طبعا من بولندا بهذا الاتجاه وأيضا من الممكن أن تذهب إلى كييف أو إلى النقاط التي تتواجد فيها أوكراني وتستعد من نهر الدنيبر القيامة بهجوم مضاد كلام كبير عن الهجوم المضاد من الممكن أن تكون هذه الأسلحة مفيدة في القيامة بمثل هذا الهجوم هي طبعا نقطة ممكن أيضا أن تستهدف من البحر الأسود أو حتى أن تستهدف من الجو الاستهداف كان من سلاح الجو الروسي كما تحدثنا وليس من البحر الأسود ولكنها كانت ضربة كبيرة وهائلة للغاية وعندما نلقي نظرة على هذه اللقطة مرة أخرى من لقطة الانفجار سنلاحظ بأن فعلا الانفجار من طبيعته من شكله نحن لسنا أمام مستودعات عادية تخزن فيها أمور عادية غير أن هذه المستودعات فيها أسلحة وما هل هي نصف مليار دولار هل هي مئتين مليون دولار هذا أمر لم تتحدث عنه أوكرانيا أبدا ولكن هذا الضربة وهذه الضربة التي قام بها الروس تحديدا هي تأتي بعد يوم واحد فقط من هجوم قام به الأوكرانيين على أحد النقاط الموجودة في مقاطعة لوغانسك في أحد النقاط التي تسيطر عليها طبعا القوات الروسية طبعا الروس قالوا بأن هذا عبارة عن مبنى بدني واستهدف وهو لم يكن فيه سلاح أو يكن فيه أي أحد نهائيا ولكن أيضا في نفس الوقت القوات الروسية قالت بأن القوات الأوكرانية استخدمت صاروخ ستورم شادو الذي تسلمته أوكرانيا مؤخرا من بريطانيا وبريطانيا أكدت تسليم هذا الصاروخ إلى الأوكرانيين والذي يصل مداه بحسب التفاصيل التي نشرت عنه إلى 300 كيلو متر هو كان استخدامه في هذا المبنى طبعا كانت هناك صور لهذا المبنى مثل هذه الصورة على سبيل المثال الأوساط الأوكرانية استخدمت هذه الصور وتحديدا هذه الصورة على سبيل المثال لنفس المبنى لآخر صورة التقطت لهذا المبنى في لوغانسك ووضحوا بأن كان هناك في نفس هذا المبنى قبل استهدافه وتحديدا هنا في هذه المنطقة التي استهدفت مما هو ظاهر في هذه الصورة وضحوا بأنها كانت مليئة بالجنود والقيادات العسكرية وغيرها ولهذا على ما يبدو بأن الروس وجهوا هذه الضربة التي نتحدث عنها الآن بهذا الشكل الكبير وبالتالي نحن أمام فعل وردة فعل لكن في نفس الوقت أيضا ردة الفعل الروسية التي جاءت على هذه النقاط التي طبعا يتم الحديث عنها بأنها نقاط لأسلحة النيتو التي وصلت للأوكرانيين في غرب أوكرانيا واستهدفتها طبعا روسيا بهذا الشكل هي تأتي بشكل مثير للغاية مع تقدم أوكراني كبير ومفاجئ يأتي في مدينة بخموت تحديدا كما جاءت من ما وثقته البي بي سي من ما وثقته وكالة رويترز وحتى يفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر بنفسه بدأ يتحدث عن هذه المسألة كثيرا وبدأ يقول بأننا الآن في مشكلة حقيقية للغاية وبأن هناك تقدما أوكرانيا ويتهم طبعا القوات الروسية ويقول بأنهم لا يؤدون واجباتهم طبعا من الأجنحة الموجودة في بخموت وبالتالي هناك مشكلة خلاف بين فاغنر وبين القوات الروسية وتقدم أوكراني مستغلين كل الأوضاع وهذه الخلافات وحتى قلت الذخيرة طبعا القوات الأوكرانية كما نلاحظ هذه مدينة بخموت ونقاط السيطرة دعونا نأخذ الآن صورة أوضح نوعا ما باللون الأبيض والحديث هنا عن المنطقة الجنوبية والتطورات التي تأتي بهذه المنطقة الجنوبية كما نلاحظ هنا إذا ما قمنا هنا نحن في الثامن من مايو إذا ما تقدمنا في الخارطة قليلا وفي تاريخ هذه الخارطة سنلاحظ بأن في العاشر من مايو تغيرت الخارطة وأيضا في الحادي عشر من مايو وهنا الثاني عشر الثالث عشر وكما نلاحظ في الرابع عشر تلاحظ التقدم الأوكراني الذي يأتي لضرب هذا الجناح كما نلاحظ من هنا وطبعا هذا يعتبر تطورا خطيرا وخاصة أن الأوكرانيين هنا عندما يتقدمون يتقدمون واضح من هذه الأجنحة محاولين إجبار القوات الروسية ومحاصرتها هنا في هذا الجناح للانسحاب إلى كليتشيفكا ولكن أيضا في نفس الوقت هذه القوات طبعا التي نتحدث عنها وهي قوات الأوكرانية من خلال التقدم بهذا الاتجاه يحاولون السيطرة على هذه المرتفعات لعلى ما يبدو وضعي كليتشيفكا أو إسقاطي كليتشيفكا والسيطرة عليها ناريا بهذه الطريقة وأيضا التقدم من هنا يوضح أنهم أمام أندرييفكا أو حتى استغلال هذه المنطقة بهذا الشكل للسيطرة على كليتشيفكا وسيسيطرون على الطريق المؤدي إلى باخموت يفتح الباب طبعا للسيطرة أيضا على أوبتنة والذي يؤدي بطريق مهم للغاية تجه إلى باخموت بالتالي المنطقة كلها واضح جدا أصبحت مهددة من قبل الأوكرانيين وممكن أن يسيطرون عليها في أي لحظة بل اليوم وقبل ساعات من الآن قبل تقريبا ست ساعات من الآن كان هناك مقاطعا من الأوكرانيين نشروها يوضحون بأنهم تمكنوا أساسا من الوصول إلى هذه المنطقة دعونا نتجه الآن إلى شاشتنا الكبيرة لنلقي نظرة على طبيعة التقدم الأوكراني المفاجئ للغاية الذي يأتي على الجناح الجنوبي لباخموت ولنلقي نظرة الآن على هذا المقطع الذي سنراه الآن وستلاحظ بأنها من نفس الخارطة التي تحدثنا عنها تلاحظ كيف أن هناك الدبابات كما حددتها وزارة الدفاع الأوكرانية أو الصفحات الخاصة بالجيش وقوات المسلحة الأوكرانية توضح لك كيف أن هناك تقدما جيدا سريعا خطيرا فيه قصف فيه مدرعات فيه حقيقة إمكانيات واضح جدا إمكانيات أسلحة النيتو بدأت تصبح مفيدة بالنسبة للقوات الأوكرانية بالتالي هناك تقدم لا يمكن نكرانه الآن من القوات الأوكرانية في هذه المنطقة وطبعا أيضا التقدم لا يأتي فقط من جنوب باخموت وإنما أيضا يأتي إذا ما عدنا هنا إلى الثامن من مايو وذهبنا إلى الجهة الشمالية من هذا الاتجاه من هذا الجناح المهم للغاية ستلاحظ بأنك أمام العاشر من مايو تلاحظ التغيرات هنا الحادي عشر من مايو والثاني عشر والثالث عشر وتلاحظ هنا أنت أمام الرابع عشر في سيطرة كبيرة جدا للأوكرانيين مرة أخرى بل أن يفقيني بريقوشن قائد قوات فاقنار أكد بأن القوات الأوكرانية سيطرت على هذه المرتفعات التي ترونها أمامكم وهي تفتح الباب للأوكرانيين من وضع أسلحتهم أو مدفعيتهم أو راجماتهم الصاروخية كنقطة مهمة لاستهداف قوات فاقنار وهي موجودة في هذه المنطقة أيضا هي تفتح الخناق على خروموفا التي هنا التقدم هنا يفتح الخناق على هذه المنطقة المهمة والحساسة التي تجعل الأوكرانيين قادرين من شازف يار على الدعم دائما إلى خروموفا إلى داخل باخموت للدفاع عن نسبة الخمسة بالمئة تقريبا التي تبقت لهم وبالتالي هم يفكون الضغط عنهم وفجأة يضغطون على القوات طبعا الروسية بشكل كبير وبالتالي إفغيني بريغوشين وغيرهم يتحدثون أن الأمور متجهة بهذا الشكل الآن وأن الأوكرانيين يفاجئوننا جميعا وطبعا إن ما طبق هذا الأمر فإن قوات فاقنار ستنسحب بسرعة ويجب أن لا تسمح للقوات الأوكرانية بأن تطبق عليها بهذا الشكل بتالي فجأة كل شيء بدأ يتغير وكل شيء بدأ يتحول بل بالإضافة إلى ذلك أنه كانت هناك تفاصيل أيضا نشرت من قبل الواشنطن بوست الأمريكية بشكل مهم للغاية عن تفاصيل مرتبطة بفلوديمير زينينسكي وخططه السرية طبعا هذه كلها قادمة من وثائق قد سربت من قبل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بشكل خطير القبض على صاحب هذه التسريبات تحدثت عن طبيعة اجتماعات وخطط لفلوديمير زينينسكي كان يخططها ضد القوات الروسية وممكن لا تزال هي موجودة تحت الطاولة الفكرة الأساسية هنا بما أن القوات الروسية تسيطر على هذه المناطق كما ذكرت صحيفة الواشنطن بوست عفوا تحدثت ببساطة بأن زينينسكي كان يفكر أن يكون هناك تقدما عسكريا على داخل الأراضي الروسية صدق أو لا تصدق وأن يسيطروا على مدن موجودة في روسيا وذلك لكي تفتح بابا للمفاوضات مع الروس تنسحبون من المناطق التي نريدكم الانسحاب منها وبعدها سننسحب من هذه المناطق وطبعا أثناء التقدم البري الخطة لفلوديمير زينينسكي هي توجيه ضربات بالصواريخ التي يمتركونها إلى داخل عمق المدن أو القوات الروسية من أجل تحقيق هذا التقدم البري من القوات البرية الأوكرانية وطبعا هم يمتلكون الآن الستروم شادو هذا السلاح الذي دخل من بريطانيا وطبعا لديه 300 كيلومتر مدى بعيد المدى من الممكن أن يحقق مثل هذا التقدم في نفس الوقت أيضا هو اقترح مسألة خطيرة أخرى وهي ضرب أنبوب النفط الذي يمتد طبعا من هذا الاتجاه الذي ترونه من طبعا البحر الأسود إلى هنغاريا هنا بهذا الاتجاه هنا بالغاريا وهنا صربية وهنا هنغاريا التي ترونها إلى هذه المنطقة هناك أنبوب نفط قال بأننا يجب أن نضربه أيضا بالنسبة لي هذا الأنبوب الحيوي طبعا بالنسبة لي روسيا وبالتالي هذا ما يتحدث عنه وهو يوضح طموحات أوكرانية ليست بالعادية أبدا بشكل عام الروس الآن لديهم ردة فعل على كل ما يجري ويستخدمونه بشكل مثير وبشكل مكثف عند هذه الردودة الصاروخية الطائرات المسيرة الإيرانية من نوع شاهد 136 بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في الرابع عشر من مايو على سبيل المثال نتحدث عن اليوم من هذا الإعلان لاحظ كم طائرة مسيرة نتحدث عن 18 طائرة مسيرة الدفاعات الأوكرانية تمكنت من إسقاطها الثالث عشر من مايو وأيضا يوم أمس أعلنوا عن 17 طائرة أسقطوها طبعا من 21 طائرة من طائرات شاهد 136 ما الذي تتحصل عليه إيران من مثل هذه الصفقات هذا الأمر أصبح واضحا كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية مثل إيران برس التي أكدت أن السوخي 35 ستصل بحسب هذا الإعلان الذي ترونه الأسبوع القادم هم تحدثوا عن هذا الأمر الأسبوع الماضي وقالوا الأسبوع القادم أي هذا الأسبوع تحديدا سيتسلمون هذه الطائرات المهمة للغاية التي تستطيع من عملية الاشتباك مع ثمانية أهداف في نفس الوقت تطير بسرعة 1500 كم في الساعة الواحدة بعلو مخفض 2500 كم في الساعة الواحدة على علو مرتفع تستطيع اطلاق صواريخ جو 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 أرض مضاد للسفن وغيرها لديها مكانيات جيدة جدا هذه الطائرة وطبعا الأمر مقلق للغرب الغرب في قلق كبير مما يجري من هذا التعاون الدفاعي بين إيران وبين روسيا مدير الوكالة الدولية للطاقة الضرية رافيا لغروسي الآن دخل في قلق كبير للغاية واطلعت بلومبرغ على رسالة مهمة لهذا الرجل كما تراحظون تحدثت بأن هناك انخفاضا في عملية التفتيش على مسألة تخصيب اليورانيوم التي وصلت إلى نسب كبيرة للغاية نسبة 60% بل حتى أعلى في نقطة معينة أن التفتيش انخفض بنسبة 10% المفتشون يعانون بحسب رافيا لغروسي وما تحدث عنه وفي نفس الوقت طبعا أن إيران بلا أي اتفاق ممكن أن تذهب للقنبلة النووية الول ستريت جيرنال كانت قد تحدثت قبل 48 ساعة من الآن وكشفت بأن أوروبا بدأت تضغط على الرئيس الأمريكي وعلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إيجاد طريقا للدبلوماسية لأنهم وجدوه منشغلا في الحرب الروسية الأوكرانية ووجدوه بأنه قد يكون يؤجر الأمور إلى ما بعد انتخابات الرئاسية والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي ستكون في نوفمبر من عام 2024 يريدون منه الاستعجال خنبلة نووية من إيران قد تعني حربا في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا لا زالت الحرب تدور فيها أسلحة مشتركة تصعيد مشترك كلها طبعا تفاصيل مهمة للغاية اشتركوا في القناة